من المستبعد أن تلجأ الجزائر إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الراهن لمواجهة آثار انكماش المدخيل النفطية جراء انهيار أسعارها في الأسواق العالمية هذا ما صرح به الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال لنشرية أمريكية صدرت بواشنطن منذ أيام تصريحات أثارت الكثير من الجدل وسط خبراء الاقتصاد والمالية في الجزائر والعالم فكل التقارير تشير إلى أن الجزائر تعيش ورطة حقيقية منذ انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب اعتمادها على مدخيل النفط بنسبة أكثر من 97% وتآكل احتياطاتها من العملة الصعبة ونضوب مدخراتها في صندوق ضبط الإرادات فمن أين لسلال بهذه الثقة؟ بأن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية أمام إخفاق كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل مستقل عن المحروقات وانعدام الاستثمارات الخارجية خارج قطع النفط والغاز إنها سياسة الهروب إلى الأمام ليس إلا يقول مراقبون فتقرير أفاق الاقتصاد الإقليمية صادر عن صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا يؤكد على أن الجزائر ستكون من بين أكبر البلدان المدينة في العالم بين الفترة 2016 إلى 2020 لاحتمال تجاوز حاجيتها التمويلية ما لديها من احتياطات مالية سائلة ووزير المالية الجزائرية السابق عبد الرحمن بن خالفة يؤكد من مدينة تمسيلة شرق الجزائر على ضرورة تعبئة موارد بديلة لما كان يأتي من المحروقات من خلال الاحتواء المالي والجبائي وفتح رأس مال الشركات وإلا فالاستدانة من الأسواق الخارجية متابعون آخرون يرجحون أن حكومة سلال وربما اغترت بنتائج الاجتماع الأخيرة للدول المنتجة للنفط والذي انعقد في العاصمة الجزائرية مؤخرا والذي اتفقت فيه الدول المشاركة مبدئيا على خفض إنتاجها من النفط قليلا فارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى حدود الخمسين دولار للبرميل ويقول هؤلاء ربما طمع الفاشلون في أن ترتفع الأسعار إلى أكثر من ذلك وربما تعود إلى ما كانت عليه سنوات البحبوح المالية وهذا ما نفاه علميا كل الفاعلين في الأسواق العالمية وأكده شاهد من أهلها فهل سيقنع كلام أويحيا الوزير الأول عبد المالك سلال بأن العرس انتهى وقد افترق المداحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر